دكتور هناك أطباء هناك أطباء ما عندهم الفلوس يشترون تفوف ولا أي معدات ولا أقنعة ولا ماسكات فشي سوي يعلم يعلم مرافقي المريض اشلون يداري مريضة ويضطي التوجيهات يخاف يفوت للردهة دكتور يخاف يفوت للردهة هذه نماذج كثيرة شبناها بفلوجة مع كل احترامي مع كل احترامي اللي وصل لك هاي المعلومة غير دقيقة اتمنى من حضرتك تقول لي بيا مستشفى وبيا وقت هذا الموضوع سال دعوة ونحن في الهواء مباشرة دعوة مفتوحة لفضايتكم كريمة غدا وأنا أكون معكم أي مستشفى تريدون تقولوا أنتوا اختاروا وشوفوا الخدمات ما عندنا نقص في عدد الوقاية الشخصية في كل العراق يا سيد الكريم أكسجين ما عندنا صار لأن الطلب زاد 2000 بالمئة عشرين ضعف طبعا في كل العالم تشوف أكو مشكلة بالأكسجين صار احنا قبل معتمدين على معاملنا اللي هي متكفي ومعامل وزارة الصناعة ونشتري من القطاع الخاص من صارت هكذا مشكلة إرباك يوم أو يومين وفرنا البديل خلال الإسيرات دوال الجوار نعم نحن كجهة حكم واجبنا نجيب الأكسجين بأي طريقة بالوقت الحالي ما عندنا مشكلة لكن يصير أحيانا سوء إدارة أحيانا ما أريد أني أشكك بالنواية لاحظنا أن البعض كأنما يتعمد الإسائل الموصح